شو حلو دايماً تشار أور هارت لبعض ونفتح قلوبنا لبعض ويكون بالواسط يسوع لأنه هيك بيكون فينا قاوة وبيكون في فرح أنا مختلف مثلي مثلك لكل إنسان عنده بطر هيدة قوة لتعرف طعمة الحياة الحقيقة تحدى وأكيد رح توصل هيك بيقول ضيفنا أرز أرز كيفك تخسر 2 كيلو بثانية واحدة؟ سوفك هيا تدا إذا أنت ما عندك ولا فارس بقسمك إذا أنت ما عندك إجار إذا أنت عم تنرؤ بالظروف صعبة وعم تضلت عم تتحدى وتتحدى وتتحدى الحياة هادي اسمه إنجاز كيلو ما وصلت حلق لو ما وصلت بكرة يوماً ما الله رح يكفيك على كل التعب اللي أنت عم تتعبه ورح توصل مش ليلي أنت بدا كيه لأ بعض موسيقى في 2002 كان عمري ثلاث سنين صار معي حادث سير وبالحادث نبترت إجر اليمين فهون بلشت قصة أرز مش بلشت بتسعة أكتوبر بس خلق سو على عمر ثلاث سنين بيوع أول شابتر بحياة أرز هو أرز إذا طايتل أرز فقدين أجروا اليمين فعمليات عذاب إنه شخص عمره ثلاث سنين ما إنه واعي على أجرته على أجرته لتنين بس بحس دايماً إنه في شي ناقص بجسمه يمكن وزن يحس حاله أنه أقل بيطلع على حاله بالمرأة مثل ما أنا كنت أعمل اطلع على حاله بالمرأة أنت وعمره ثلاث سنين أنا وعمره ثلاث سنين أدي بيزرعه هيكية مثل الجروحات مية بالمية والجروحات أبعدهم موجودين أكيداً لأنه كل شيء الولد بيمتصه من هوه صغير بيضلوا معهن على قبر بس أديه على قبر وأديه بتتحدى حالك والحياة أديه بتضلك عم تتحدى حالك فيك تسكر هذه الأجروحات بطريقة فازتب وحب كمان أعرف منك هيك تحديات مرات بيأخذ وقت تنطلع منه وبالأخص هيك تحدي كمان كتير شعب لقالك من أنت وصغير حب أعرف منك قدي أخذ منك هذا وقت صراحة بكل صراحة بعضهم بيأخذ مني وقت لهلأ ليه؟ لأنه نحن أول ما نخلق أول ما نفتح عيوننا على الحياة دائماً عايشين بالتحديات فكيف إذا فيه تحديات من جسمك راح هذا التحديات عم بزيد على التحديات التي أنت خلقت بهذه التحديات الموجودة تحديات تحديات فكل يوم فيه تحدي كل يوم بتوعى بوعى بتفتح عيوني بتطلع على تحت على الأرض بلاقي فيه إجر بدي شيله البسه تبلش نهاري ما في نبلش نهاري أنا وعب نطني لأنه كل حاجز بدك تتخطيه ما فيك تتخطيه أنت وعب تنطه بدك تتخطيه أنت وعب تمشي أو أنت وعب تركض ولهذا السبب وقفت الكريار القبل مسيرة الرياضية بالمبارزة بالشيش نقلت على الركض واو ذكرتني هيك بس قول تحديات بس تقلك أنه يعرفوا الناس أنه أنا إجري من بتريت بس أنا يمكن عاشت عشر سنين بالمدرسة ما حدا بيحكي معي ما تسألني ليه أنا دايما بما أن الإنسان بأمين بعرف أنه الشيطان بحب يزلوا أولاد الصغار لأنه عكبر بيطلعوا مشواهين إذا طلعت حياته المهنة وصغار رائعة عكبر بيطلعوا قوية هلأ هو ما قدر بقوة إيمانة ما قدر لأنه أنا بقول الله قلب كل الضعفات وكل هالزل اللي كنت ما ترك فيه واحدة بالمدرسة لا قوة هل أنت ما رأت هيك حلو لأنه تعرفوا الناس مش قصة الإجر اللي بتخلي الإنسان يكون عنده تشالنج هو صغير أنا بتذكر إبكي دموع أنه ما بحده بدي يلعب معي ليه شو النقصني شو الإعاقة هل أنت بمحلات بالمدرسة ما رأت بأمور أنه أرز يمع إجروا أنه منا موجودة تانية نحن ما بنا نلعب معهم مثل ما أنا صار معي بدي صراحة غلطك بالشغل الصغير أنه شيطان ما بيفوت على أولاد الشيطان بيفوت بيفوت على عقلية الأهل يلي هي اللي بتعلم لأولاد أو عقلية الأولاد اللي بيعلموا بولينج ضد الأولاد 100% فلما يكون واحد عمره 3 سنين 4 سنين أو 6 سنين ما أنه ويعي أنه هيدا شخص مختلف حسب الأهل كيف بتربي الولد أنه هيدا ما عنده إيد هيدا إنسان غلط ما لازم تطلع فيه هيدا ما عنده إجر غلط ما لازم تطلع فيه بس إذا شخص لابس عوينات لا هيدا شي طبيعي عادة ليه واحد عنده إعاقة بالنظر واحد عنده إعاقة صحيح بس الفرق إنه كيف منضوع الأمور وهون الشيطان هون الأهل لازم يكون عندهم إيمان أكتر بحالهم إيمان بالرب أكتر تعيواعوا الولاد على الطريقة الصح الولاد اللي قصده كيف تنظروا لأولاد الآخرين 100% إنه كلنا مثل بعض كل واحد عنده اختلاف بحياته بطريقة معينة وكل واحد اختلافه هو اللي بيوصله للنجاح تعرف إنه ذكرتنا بشي كتير مهم ابن نواه أول سنة مدرسة لأن كان قابل هوموسكونينج نزل يعني كان بالبيت ست سنين نحن عم ندرسه بس نزل شايف صب صغير أسود بس مشاغب بالنسبة له أول ما رجع على البيت قال دادي في حدا بلاك أو أسود هو عم يدرب لأولاد فهمت قلت له دادي في ناس ويت بيدربوا لأولاد وهيدا الأسود يا بابي مش لأن أسود بيدربوا لأولاد سيئة بدك تعرف يا دادي بكرة بتعرف يمكن هو بالبيت عم يدربوه هو مظلوم يمكن هو ما بيقدر يجبوله تشكلت أو يجبوله أمور زعلين بس عراف أنه هيدا الصابع ما خصه لا بلاونه ولا بأنه هو عم يدرب لأولاد لأنه شرير بقى هيدا أنت عم بتقوله دغري لازم الأهل يواعه أنه لا بدك تحب الكل وتعرف أنه الكل صراحة ذكرتني بشغلة بهيدا الفترة يلي عم نحكي خمس سنين ست سنين وطلوع كل ما فوت على المدرسة بلاقي فيه نظرات غريبة بس ولد يطلع بأصحابه أنه عم ينظروا إله بطريقة كتير غريبة بيصير عنده شكوك بالنفس صح أنت المصار معي أنا كم بيصير عندي اللي تثقى اللي تثقى بنفسه للواحد وبيصير يعيش بأكتر من وجه كرميلتا يتأقلم مع المجتمع اللي معظمه عم يكون فارغ وعم نطلق ووجه بينك وبين حالك ما بتسترجي تفرجيه لحدا لأنه بتكون أنت عم تضعف يوم بعد يوم من ورا حكي النجاتي وحكي السلبي فهذا الشي اللي أنا أطعت فيه وخليني صراحة فوت بعالم الديبراشن إذا بدك وخليني إخسر كتير وزن قول أنه طبعا العالم الولادة عم يتنمروا علي ومعهم يلعبوا معي في كتير بارت من الولاد ما كانت عم تلعب معي بس لأن نصف إجر رايحة مني أنا مش كل إجر رايحة بارت من إجر فلاه لازم قاموا شي تفرجيهم أنه أنا قادر وهون هي أصعب محل مش الصعب أنه العالم شو بتحكيك الصعب أنه أنت تاخد قرار أنك تتحدى حالك تتحدى وضعك شو ما كان وضعك تترجى تتحدى العالم حيب أسألك من بعد كل هيدا الشي القطعت فيه والأجزية القطعت من أنت وصغير يعني أدي أثرت على هويتك الزاتية سؤالي شو هي كانت أو أيمت النقطة التغيير وقت أنت قلت أنه لا أنا بدي ما خلي هيدا الشي والتنمو اللي عم بيشير علي يكسرني بدي أنا أوصل للنجاح بدي أتحدى كل الشي اللي عم بيشير معي هل هو نهار معين تتذكره؟ بتذكره كتير منيح هو شي حلو ومش حلو حلاء أنا ما كتير وقتا كنت صغير ما كنت كتير شاطر بالمدرسة بس أنا كمان بس القصة هي أنه كنت عم بعمل درسة كنت عم بعمل دفور طبعي وفتحت ديكسونار فلقيت تتيب رياضة مختلفين مخبى الوج عنده ساف بإيده سألت أهلي هيدا شو قالوا لي هيدا اسكريم أو ما تعرف بالعربي بمبارزة الشيش فكشخص عم بيسمع كتير حكي من بره كشخص عم هويته عم تنقذى إذا بدك فعم بيطلب من الأهل أنه بده يلعب هيدا اللعبة اللي أكتر شي بتطلب قدرات بالإجران فمام كان يدغري أنت حاببة جربة بقوة إيمانك يمكن هلا أنت إيمانك بنفسك ضعيف بس دايما ومجبور يكون عندك إيمان بالرب لأنه غير هيك ما فيك تتغلب ولا أبسكل فأيام هيدا النهار كان هو نقطة أرز القديم تحول لأرز اللي عم يتحدى المحارب المحارب اللي عم يتحدى حاله قبل ما يكون عم يتحدى المجتمع لأنه قد ما تكون عم تتحدى المجتمع ما رح توصل للمحل اللي أنت بدك إيه إذا ما بلشت تتحدى حالك إذا ما بلشت تغمي دا عيونك تقلو بعيونك لجوه ضوي على نقاط ضعفك وتقول هاو دا النقاط الضعف هن اللي صنعوني كل حكي نجاتف أنا قلته بيني وبان حالي هو اللي رح يصنعني وهو اللي رح يعطيني باور تقوص مية بالمية أرز أنت هلأ بطل فينا نقول وصلت لنجاحات وكتير تغلبت على تحديات أجوك بالحياة بس أنت هلأ ما بقى بتقطع بتحديات تجعب مرات بتشك بهويتك الزيتية مرات بتحس بالفشل بالأحباط كيف بتحير بهذا الموضوع حكي عن شي عن الشيطان الشيطان دايما بيكون موجود عند الشخص الناجح أكتر من الشخص الفشل أو مع أو اللي ما عم بيعمه شي لأن اللي ما عم بيعمه شي ما رح يستفيد منه صح الشخص الناجح أو الشخص اللي عم بيتحدى كل يوم أول ما يفتح عيونه هون الشيطان بيلعب الدور بجارب يدمرك بجارب يوطي يوطي من إيمانك بجرب صح عنوياً نفسياً أخلاقياً كل شي وبكل صراحة بقوله قطعت فترة مش من زمان يعني عم نحكي من شهرين قطعت بفترة من وراء الأوضاع من وراء لأنه خسرت من وراء أوضاع لبنان وأوضاع العالم قلت لحالي أنا عم بتحدى شو عم بعمل بلش الشيطان يلعب براسي أنا شو عم بعمل ليه ما بوقف ما زال عندي شهدة بالسبورتس منجمت يعني في نفوت على الماركتينج في نفوت على البراندينج في نفوت على اللي بدي شو بعدني عم بعمل بالركض ضليتني عم بسأل حالي هدا الموضوع فترة جمعة جمعتين ثلاثة كتبت أنا كل شي بكتب على الورقة والقلم لقيت أنه أنا صرت بمحال مش عم بتحدى بس كرميل حالي عم بتحدى كرميل كل الشخص عم بده ياخد أمل طيب يبلش يتحدى طيب يبلش يوصل فأنا عندي بحدود الأربعين ألف على كل السوشيال ميديا طبعي أربعين ألف متابع طب إذا أنا ضعفت إذا أنا وقفت من هؤلاء أربعين ألف إذا عم نحكي عشرة عارفوني أنه أنا وقفت رح يوقفوا واو سو مجبور ضلني مكفة مجبور ضلني عم بشتغل ع إيماني مثل ما عم بشتغل كل يوم أني أتمرن الصبح ظهر عشية ضلني عم بشتغل وقوة إيماني الصبح ظهر عشية كرمتها يكون عندي إيمان بحالي كرمتها يكون عندي إيمان بكل شخص عم بيدعمني لأنه بليهون أنا ما رح أوصل وإذا أنا ما وصلت ما رح أعطيهم بوزيتيفتي وأعطيهم هو أرز أنت وعم تحكي هيك كان مارك عم بيقول بأول حلقة أنه لازم نحاول حالنا بأشخاص نوصق فيهم يقولوا لنا مرات لا مش حلو ومرات وقت النجاح يقولنا واو لأنه حلو يقولوا صديق المزبوط بيقول لا سوري هون ما شايفك واو أو لازم تتقدم لأنه غلط أنه الأصحاب المزبوطين ويزقفوا كلوقت هيدول مش أصحاب عندك ناس هل قد بيحبوك وأصحاب هلأ لأنه أكيدة بس لأنه أنا حصا حالي إذا بدك من الحكل نيجاتيف ومن الحكل البوزيتيف كمان سو بحب أوقات اسمع حكل نيجاتيف ما بحب كل شخص يقلي أصص بوزيتيف لأنه ما رح تطور إذا أنت عم تعمل أصص دائما نجاح أو أنت دائما عم بتفرج الصورة الحلوة يعني أنت عم تعمل شي غلط أكيد أكيد لا القصد يقوله عندك رفيق من شهرين موجود أو أنت حياتك هل قد يعني عندك هيك كتير التزامات وأصحاب مع يمكن إمك بتشجعك أو هيك أول رفيق أول رفيق وهيدا الرفيق الوحيد يلي من أنا وصغير لغلق هو يسوع دائما كان موجود بحياتي دائما بأزمتي أنا خسارة إجرحية 0% من المشاكل يلي قطعها بس كل مشكلة واحد بواجهها كل أبس كل واحد بواجهه في شي معين قدرة أو قوة إلهية دائما بتقولك أنت رح توصل ما تفقد إيمانك لأنه هذا الأبسكل إذا أنت تخطيت هداك الحاجز فيك تتخطى حاجز اللي بعد وأكيد من بعدها بيجي الدعم الأكبر لإليه اللي هي الأمة واؤ مثل ما كل واحد عنده أهداف أو أحلام شو حلمك للمستقبل حلمي مقصم لك هذا بارت بالسبار هلأ عم بتشتغيل تأكسر رقم 60 متر ركض رقم آسيا عم بيكسر عم بحضر تأكسر رقم آسيا كوني أنا التاني تاني أسرع واحد بآسيا فهم يعني حبيبها بس بزيت الوقت مني حبيبها ليه ما بكوني الأول ما زال كانت التاني ليه ما بكوني الأول فعم بتشتغيل على هالموضوع ومن شهر وصل لي إيميل أنه تأهلت على بطولة العالم سنتجي فهلأ كل تركيزي عم بكونوا على هال 3 مواضيع للفوتشر بعيدا عن السبار عم بطلق مثل براند لائلي عبارة عن كل شي خاصه أدوات رياضة من كل شي خاصه تييب أساس هلأ عم بشغل عليها مثل ضبان بيكون كاربون تيحسن السرعة تيحسن الجامب كل هود الأساس لا لعنده الكيس تبعك لا لحياة لشخص كان عنده كيس ولا لا ومن هيدا الشركة لأنه من هيدا البروداكت يلي أنا عم بعملون لأنه وصلني كتير سابورت من العالم فصار الوقت لو عمري 24 سنة فصار الوقت أني ساعد العالم ومثل ما أنا قطعت بظروف مدية صعبة ومثل ما هلأ لأنه خسرت كل شي تمويل لشخص مش قادر يوصل من وراء تمويل ما يكون عم بقدر ساعده بلو شي بسيط حايب أقول شغلة قبل ما نرجع مع رواد أصارت بشغلة أنتو عم تحكي هيك وعم فكر أنه نقطة الضعف طبعك أنت اللي صارت معك بالحياة قلبتها لنقطة قوة يعني كل حدا هلأ عم بيسمعنا دائما أنا دائما بحب أقولها لأنه الرب دائما بيحول نقاط الضعف طبعا لنقاط قوة فدايما ما نطلع عليها لنقاط الضعف طبعا نقول أنه هيدا شي منو حلوة أو هيدا شي مش منيح أو هيدا شي عم بيأزيني بالحياة نطلع عليها كشي رح يقلبه الرب من خلال الرب يسوع بقى شي إيجابة هو لأنه نحنا بشر منفكر الإختلاف أو منفكر الأصص النجاتف هي فعلا نجاتف ومنا نعمة بس لأنه نحنا بشر بس من خلال هيدا القصص يعني من خلال أنا بتري البتر تبع إجري تعطينا حقا لو ما هيدا البرت اللي راح لو ما هيدا البرت اللي راح لو ما هيدا العشرة سنتيمات أو يمكن أكتر اللي راح ما كنت أنا وصلت بركود ما كنت وصلت عم بقدر أعطي أمل للعالم سو هيدا أنا أول فترة من حياتي شفتها أنه هي نقمة بس لما قويت إيماني لقيت أنه لأ هيدا نعمة وهي اللي رح توصلني موسيقى بفقرة سوشل الليلة رح نستقبل معنا مدربة الحياة كوتش سي سيريندو ورح نتعرف فيها عن أكتر كيف نطور ذات أول شي بدأ قول أمبرست بالستوري طبع أرز وهي مين لي شي اللي أنا رح فسره بالمعلومات هو حكي عنه بأرض الحقيقة يعني أنا شوى المعلمة وهو الحقيقة رح نكون عم نتفق نحنا بحجلة اتنين بس مزبوط مزبوط أوكي سو هون رسمت أنا شي مهدوم ما نسى شو معيك اليوم؟ أنا معي رمانة أوكي وشو البزرق معيك؟ وعي البزرق الرمانة 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 أوكي وأنا معي تفاحة ومعي بزرقة حامضة حامضة أوكي أرز؟ فنغا وبتصور حط البركة حط البركة أوكي لكن رح نسأل نور إذا زرعت بزرقة الحامضة هل بتطلع أخر شي عندك شجرة تفاح؟ أكيد لا أوكي هل إذا نزرع مبارك؟ حبيت البركة حبيت البركة حبيت البركة بيطلع عنا شجرة مانغا؟ لا لا تطوير الذات أنا حبيت فرجي بها الطريقة في بزرق وقتا نحنا نخلق نحنا هيدا البزرق لعمر العشرة أو 11 سنة بيكونوا الأهل عم يزرعوا مثل ما حكي أرز الأهل المجتمع المدرسة الحوادث اللي بتصير معنا عم تزرع فينا هوية من بعد هيدا العمر بيبلش عنا هنا أول مرحلة أنا حتيتها اكتشاف الذات هنا اكتشاف الذات وتطوير الذات بيجوا مع بعض مش أنه أول مرحلة تانية بس منبلش باكتشاف الذات هون نكتشف هويتنا المنفردة هويتنا المميزة المنفصلة عن العوامل الأرضية المنفصلة عن التربية منفصلة عن السوشل رولز بأي عمر؟ بلش بالعشرة أو 11 نكتشف حالنا وبتاخد هيدا الشيء كل الحياة اكتشاف الذات بيرجع عنا تطوير الذات هلأ منحكي عنهم أكتر اتقان الذات وآخر شيء لنكون عم نحقق حالنا هلأ منحكي أكتر عن الموضوع ولكن بتحقيق الذات حكيوا واكتشفوا علامة نفس أنه كل أورغانزم يعني البكتيريا الحيوانات النباتات والإنسان عنده هدف فطري أنه يحقق حاله يعني منشوف هيدا الشيء بالبزري آخر شيء بدأت تصير شجرة عليها فواكة ما بدأت تصير شجرة يبسة أو ما بدأت تصير نصف شجرة سو تحقيق الذات هو شيء الله عطانا إيه أنه نوصل لأفضل صورة قبل ما نغادر هيدا الحياة أنه نوصل لأفضل صورة عن حالنا عنا شيء مميز اللي هو منشوفه بالبصمة طبعنا وعنا حتى دماغنا هو مميز لكل إنسان والدي اناي مميز هيدا الشيء بيأكد لنا أنه ما في حدا إجا قبل أرز أرز ما في حدا رح يجي بعد أرز أرز حتى ابنه سو هالشيء المميز يعني عنا هدف فريد نعمله بحياتنا ومثل ما قال بمحال الأسس اللي فكرناها أنه ناجاتف بحياتنا سلبية عطيتنا إكسبرينس تتخلق منا هيدا الشخص المميز أغلاطنا فشلنا أو الحوادث اللي مرأنا فيه قرارات غلط أخدناها نقص عالنا إيه إذا منمسكه بدل ما أنا بفرجة دايما الأولاد اللي عندي بحط كباية بقول بدل ما هالشي يجي ويكسرني يكسرني بمسك أنا هيدا الشيء بحطه تحت وبوقف عليه هو هيك عمل يعني استخدم نقطة الضعف حتى وماشي عليها ثارت الساكساس ستوري طبعه يعني شو هالشي المميز يعني إذا عنا عقلية المحارب أنا بسميه الشخص اللي خلص بينشفي من جوه بيشفي الترومات طبعه اللي كنا عم نحكي عنه بيتقبل حاله مثل ما هو بيتقبل ضعفه وبيصير عنده عقلية المحارب ما بقى بيطلع لورا خلص بيقول أنا هون المادة ما عنده كنترول عريه الحاضر عنده كنترول والمستقبل عنده كنترول طب كوسي بدنا نأكد للكلمة كما قال أرس بس أنت بتأكدي لو كلنا عنا عقلية المحارب ها بدي أعرفها لا لا إذا بدك خلينا نفوت بسرعة بالأربع مراحل عنا وقت أكيد عنا وقت أكيد بمرحلة اكتشاف الذات هي مثل ما قلنا بدي اكتشف هيدا الهوية الحقيقة المميزة المنفردة عن المجتمع شو بده مني عن التربية عن أهلي فيك تعطينا مثل أو تسألينا شي كيف يعني اكتشف رح قل لك شو قصدي يعني أول شي بده جاوب على كلمة مين أنا أعيام هو أعيام بده هيدا مش قلنا بجاوب علي أنه بالأكسبرينس طبعي بتاست طبعي بأسأل حدث صديق يقول أنا بغني مثلا لأن صوتي حلو هالأيام مين أنا أنا بغني مين أنا أنا بعطي لأن أنا حنون كتير بحب أعطي هولي أمور معقول نقدر نقوله نكتشفهن بس مش أنه بالأنا المنفردة يعني مش أنا فقير أنا غني مش أنا معلمة أنا أستاذ هيدا بتصير منى لأنا الحقيقية الجوانية اللي هي المميزة عرفته هون صرنا عم نصرف فقير غني دكتور عم نميز مش عم نقول من نحنا بدأ أسألك سيلين قبل ما نكمل المراهج في عنده وقت محدد تهيقدر يسأل حاله هيدا السؤال أو في يسأله السؤال بحياة الوقت هو عم بيقطع فيه هون هو أنا كتأمبرست بأرز بشغلي أنه وصل بمطرح باكتشاف الذات وتطوير الذات وصار بمرحلة أنه اتقان حتى الذات وصار بتحقيق الذات بسرعة عمر صغير هون ما في عمر هون فيه سيركمستانسيس فيه أنا قديش تغلت عحالة من جوة يعني باكتشاف الذات رح قالك شو أزي بدي دوه على ضعفاتي فيه ناس كتير بيعملوا انكار لضعف ما بدون يشوفوا ما بدون يشوفوا ضعف ولا الخارجة ولا الداخلة أو عايشين شلو سطحية معينة لحقين ترانز هلأ مرات الألم بساعدك أنك تكتشف حالك أسرع والألم بخليك أنت عميء تصير ببكيك بخليك تفكر يمكن مرات الأولاد العايشين بعيال غنية وكل عندهم كل شيء ما عندهم ألم بياخدوا كتير وقت يتوروا حالهم أسرع بصوري معي. أنا أشتريت على ثمانية وثلاثية سنة لماذا يوجد مستيبخ؟ بحالة. لذلك نياله يبدأ عمر صغير وعن كنه مهمته وخدمته هي اختراع موديولز أن أردد أن أتسأل من عمر 8 سنين ودخل له أن أفكر مين هو وإزرع له هوية حقية منفصلة عن البولينغ منفصلة عن العلامات مثل ما كنتوا عم تقولوا ما كنتوا شاطرين بالمدرسة الهوية الهوية اللي مثلا المدرسة بتعطينا إياها هي هوية مزيفة عن حالنا أنا شاطر بالماث أنا رح أطلع أنه كتير قوي مش ها هي الهوية الحقيقة لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا ساتسفن بلاس